نتفليكس التي خطفت الأنظار في السنوات الماضية ستقدم هذا العام خدمة البث المباشر لأحدث المواسم التي طال انتظارها لإثنين من أكثر مسلسلاتها شهرة أوزارك وسترينجر تينكس لكن بدلاً من زيادة قاعدة المشتركين أعلنت نتفليكس أنها تتوقع خسارة نحو مليوني عميل في الأشهر المقبلة نتيجة المنافسة الشديدة ونضوج سوق الولايات المتحدة فضلاً عن قرار بزيادة الأسعار في وقت يواجه فيه المستهلكون ارتفاع معدلات التضخم وبعد أعوام من إخضاع هوليوود لإرادتها سقطت نتفليكس مع الكشف عن أن سلسلة نمو الاشتراكات الشديدة لديها المستمرة منذ عقد وصلت إلى نهايتها وانخفض سعر سهمها نحو 40% تاركاً قيمتها السوقية عند 97 مليار دولار أي بنخفاض 300 مليار دولار في 22 نوفمبر لكن يبدو أن النتائج التي حققتها نتفليكس تشير إلى نهاية حقبة باذخة وتجربية من البث عبر الإنترنت تتميز بالنمو السريع والإنفاق غير المحدود فأي تحولات مستقبلية ستشهدها نتفليكس للمحافظة على نجاحها الباهر